تحت نفس الحجاج الواهي في شمال سوريا يواصل أردوغان عدوانه وأطمعه في الدول العربية وهذه المرة في شمال العراق حيث أعلن عن عملية عسكرية تحت مسمى مخلاب النمر يزعم أنها لاستهداف عناصر إرهابية كردية في تكرار لما قاله عندما احتل شمال سوريا قصف تركي متواصل يروع الآمنين من أبناء الشمال العراقي وهدم منازل وتهجير لأبنائها وإلحاق خسائر مادية بحقول المزارعين أمر قابلته بغداد باستنكار شديد مؤكدة رفضها هذه الممارسات التي تنتهك سيادة العراق وقواعد القانون الدولي إلا أن أردوغان واصل غطرسته المعتادة وتجهل الموقف العراقي ونفذ عمليته العسكرية ولا يخفي الساس الأتراك أطماعهم في شمال العراق هذه المنطقة الغنية بالنفط ليتحول النفط إلى الكلمة التي يسيل عليها لعاب أردوغان خصوصا أنه بات دافعا كذلك لتدخلاته في ليبيا وهو الذي كان يقطاط كذلك على شراء النفط المسروق من قبل تنظيم داعش الإرهابي ويؤكد مراقبون أن تمدد عمليات أردوغان من وقت لآخر إلى شمال العراق تعبر عن أطماعه في المنطقة ووهم استعادة إرف الإمبراطورية العثمانية عقدة يبدو أنها كتلك التي عانى منها موسوليني في إيطاليا حيث دعم فكرة استعادة أمجاد الإمبراطورية الرومانية فيما كان إلا الفشل نصيبه ويبدو أن هذا مصير متوقع لسلطان تركيا المزعومة